أحباي متابعي قناة مصر التعليمية في كل مكان أهلاً وسهلاً بكم من جديد أسعد بلقاء بكم اليوم والنهاردة إن شاء الله بإذن الله أولى حلقتنا عن موادنا المعمرية وهنتكلم فيها عن المواد اللي بيتم دراستها لطالب التخصصات المعمرية على مدار الثلاث سنوات وهنتكلم فيها على أكثر من محور أو هنتناولها في أكثر من محور أولاً هنبدأ طبعاً بالمادة وتعريف بالمادة وأهدفها وأهمية هذه المادة بالنسبة للطالب ثانياً هنتناول طبعاً ليه الطالب بيدرس المادة دي وإيه وجه الاستفادة من دراسته للمادة فيما بعد التخرج إن شاء الله يعني بشكل أوضح إزاي يقدر الطالب يستفاد من دراسته في المادة دي للعمل بها في سوق العمل بعد انتهاءه من الدبلوم إن شاء الله ثالثاً بعد كده بنتناول كيفية أو طريقة التقييم للمادة بتقيم إزاي والنهاردة إن شاء الله هتكون حلقة جديدة فريدة في نوعها ليه لأن احنا هنتكلم عن المادة في من شقين الشق الأول طبعاً اللي هو حالياً بيتم تدريسه بها أو الطريقة اللي بيتم التدريس بها وهي الطريقة المعتادة في التعليم الفني أما الشق الأخر وهو التطوير اللي استحدث على التعليم الفني وهي منظومة الجدرات وهنبص على المادة بتاعتنا النهاردة اللي هي مادة تخطيط أعمال الخرصانة وهنشوف المادة دي إزاي تم استحداثها أو إزاي بتدخل معايا في المنظومة الجديدة في التعليم الفني اللي هي منظومة الجدرات ونشوف التقييم بتاعها والتمرين وشكل التمرين بيتم إزاي والتكلفات اللي بيتم للطالب فيما يخص المادة بتاعتي أو الجزئية الخاصة بالمادة بتاعتي والتمرين في هذه المادة بيتم تناوله وتقييمه وتدريب الطالب عليه إزاي في المنظومة الجديدة يبقى النهاردة إن شاء الله الحلقة هتتناول مادة التخطيط أو تخطيط أعمال الخرصانة ولكن فيه على شقين شق الأول اللي هو ما يتم دراسته وما يتم تطبيقه حالياً أو المنظام القديم في التعليم الفني والشق الآخر وهو المستحدثات التي تم تنميتها أو استحدثها أو ادخالها على منظومة التعليم الفني وهي منظومة التعليم الفني القائم على الجدرات أو منظومة الجدرات وحنتكلم على المحتوى الخاص بمادة التخطيط ونشوف الطالب يدرس إيه وإزاي وإزاي إن أنا بقدر أهيله عندي لسوق العمل ويكون قادر أو خريق قادر فاهم واعي ماهر يقدر ينافس وسوق العمل بما هو مستحدث أو ما هو موجود حالياً في سوق العمل طبعاً ده كله هنتناوله إن شاء الله المهاردة بإذن الله في مادة التخطيط ونوعدكم بإذن الله على حلقات مسلسلة إن إحنا بأمر الله نتناول كل المواد الخاصة بالتخصصات المعمارية في كل الشعب اللي هم الخمس شعب معماري طيب أولاً وبدايةً هنتكلم عن مادة التخطيط فيما يخص تخصص أعمال الخرصانة وقبل ما نبدأ في أهداف المادة والمحتوى وعملية التقييم على شقية هنبدأ نقول الأول مادة التخطيط دي بيتم دراستها للطالب في الصف الثاني يعني الطالب عندي ما بيدرسهش في الصف الأول أو من بداية الصف الأول وطبعاً متكلم على الصف الثاني والصف الثالث وهنتكلم عنه يبقى أنا كده بتكلم على المنظومة الحالية اللي موجودة بعيداً عن منظومة الجدرات لأنه طبعاً هيكون لها حديث آخر بشكل آخر أما بيتم تناولها أو بيتم دراستها للطالب بداية من الصف الثاني وطبعاً بتكون لأن الطالب ما بيدرسهش في الصف الأول فبديئاً بيكون الحديث عنها بشكل عام عن المادة وطبعاً بهيأ الطالب لاستقبال هذه المادة طبعاً في ترمين الترم الأول والترم الثاني في الصف الثاني يبقى في الصف الثاني في الترم الأول بيدرس الطالب بعض القشور أو بدايات مادة التخطيط عشان بعد كده يتعرف على المادة وازاي يقدر يستخدمها أو يشتغل فيها أو إزاي يوظف العناصر بتاعتها في خدمة العمليات التعليمية له وإنه إن شاء الله يقدر بعد كده يستخدمه في الترم الثاني بيبدأ من الصف الثاني طبعاً بيبدأ الطالب أو بنبدأ مع الطالب أولى خطوات مادة التخطيط بيبدأ الأول بيعرف الجداول وشكل الجدول الأول إيه ثم بعد كده بيبدأ فيه إن إحنا بنعلمه إزاي يقول أو يتكلم عن موصفات المواد اللي هيستخدمها أو يتم حساباتها في مادة التخطيط عشان يقدر بعد كده يعمل مؤيسة لمادة المواد المستخدمة عنده في أي مشروع من المشاريع المعمرية إذا كان طبعاً وبما إننا بنتكلم عن تخصص الخرصانة يبقى الطالب هيعمل مؤيسات وموصفات في المواد الخاصة بمادة الخرصانة أو بالمشروعات اللي بتتناول أعمال الخرصانة سواء بقى خرصانة عادية أو خرصانة مسلحة إحنا بنأهله إنه هو يقدر يوصف المكونات أو المواد الخاصة بالخرصانة العادية والخرصانة المسلحة طب ليها مستر والمادة دي بعد كده الطالب والمفروض لما بيدرسها عندي بيدرسها ليه وإيه حيشتغل بها إيه أو هو بس لمجرد الحسابات وإنه هو يعرف مواصفات فقط لغير لا طبعاً لأن المادة دي دايماً بننوى عنها أو حابين نلفت نظر أولياء الأمور ويكونوا مطمنين على مستقبل ابنهم عندنا في التعليم الفني إن الطالب لما يدرس مادة التخطيط اللي هي كانت زمان بيطلق عليها مادة المقايسات إنه هو من اسمها مؤيسات بيقدر يعني يعمل مؤيسة يعني يقدر يتكلم عن التكاليف الخاصة للمبنى أو المنشأ اللي هو شغال فيه وإن كان طبعاً هو مش هيقدر إنه هو يعمل مطالب بكل المواصفات والمؤيسات الخاصة بمشروع لأنه طبعاً هو بيكون بمثابة حاصر للكميات أو إحنا بنسميه حاسب كميات دي وظيفة بيقدر يشتغل إن شاء الله فيها بعد التخرج يقدر يتناول هذه المهنة من خلال إتقانه ودراساته لمادة التخطيط اللي بتعلمه بعد كده إزاي اللي هو يقدر يحصر كميات وإزاي يقدر يجهز مؤيسة إزاي يعمل مناقصة إزاي يعمل مزايدة كل ده طبعاً بيتناوله في مادة التخطيط وهي المادة دي اللي بتأهله إنه هو يقدر بعد كده يشتغل في مجال حاصر الكميات وده طبعاً مطلوب جداً فيه سوق العمل سواء المحلي أو الدول العربية إنه بيشتغل في المشروعات كحاصر أو حاسب كميات شغلته طبعاً بيكون يقدر يقدر الكميات من المواد والتكاليف والخمات الخاصة بعملية من العمليات الإنشائية اللي بتتم فيه المشروعات المعمرية يبقى كده ده الجانب اللي بيخص أنا ليه بدرس مادة التخطيط وبدرسه على قده طبعاً على عامين بتبدأ معايا مادة التخطيط من الصف الثاني وبعد كده طبعاً بتتدرج عندي في الصعوبة من البداية ثم من السؤولة ثم الأصعب كبدايات التخطيط وقشور عن مادة التخطيط ومواصفات للمواد اللي هتستخدم عنده فيه أو هيستخدمها أو هيتكلم عنها في مادة التخطيط فيه الموايسات الخاصة بأعمال الخرصانة ثم بعد كده بينتقل إلى ما هو أصعب لتصميم الجداول والحديث عن الحسابات والمواصفات الخاصة بالمواد اللي يشتغل عليها طيب نبدأ مع بعض كده ونشوف هنتكلم عن أهداف المادة بشكل عام ونشوف اللي سلايد بتاعنا بيقول إيه أولاً طبعاً أهداف المادة دي مادة احنا بنتكلم عن إيه عن مادة التخطيط فيما يخص تخصص أعمال الخرصانة أول حاجة بيقول تعريف الطالب أيو المادة دي بتهتم أنه يتعرف الطالب على قوانين حساب المساحات والحجوم للأشكال الهندسية المختلفة ويحننوى عن الجزئية دي في عجالة كده ونلقى عليها الضوء مع بعض أننا حابب أأكد أو إحنا في الشريحة بنقول ليه بيتناول القاء الضوء أو أنا ليه بعرفه على أشكال المساحات والحجوم لأنه طبعاً وارد جداً أن الطالب ده بيكون معرض أنه مش هياخد أجزاء يعني السيمترية زي ما بنقول الخاصة بيها في شكل مستقيم يعني مش شرط أنه هيئيس أو هيطلب منه عمل مؤيسة لشكل مستطيل أو مربع وارد جداً أنه هو يتعرض لشكل أسطواني شكل شبه منحرف شكل شبه مربع أو شبه منحرف أو الأشكال بمسلسية أو بجميع أشكالها وبالتالي هو الطالب هنا لازم أننا أأهله أو يدرس إزاي يتعامل مع المساحات دي ويكون عارف إزاي يحسب مساحة الأشكال المختلفة الهندسية اللي ممكن تقابله في الواقع سواء بقى بجميع أشكالها أسطوانة شكل دائري شكل مربع منشور غرمي قائم أو مسلس لازم يكون عارف جميع الأشكال إزاي يقدر يعمل عملية حساب المساحات الخاصة بها ودي طبعا بتكون في الترم الأول من الصف الثاني بعلمه بدايات إزاي يحسب الأشكال أو المساحات للأشكال الهندسية على مختلف أشكالها طيب بعد كده هل أنا بس بعلمه أو بيقف الهدف الخاص بالمادة عند أن أنا أعلمه إزاي يحسب مساحات فقط ولا بعلمه كمان أنه محتاج يتعلم يدرس الحجم يعني إيه الحجم يعني طول في عرض في ارتفاع فلازم يقدر زي ما بنسميه برة يعمل عملية تكعيب للمكعبات أو لأحجام الأعمال اللي بتتم عنده برة لأنه طبعا مش وارد أو ماهوش من الطبيعي إن أنا أعلمه فقط إزاي يربع كميات طول في عرض طب هو ده راجل هيشتغل بالمتر المكعب لأنه طبعا أغلب شغله هتكون عبارة عن مكعبات في أعمال الخرصانة سواء حسابات الخرصانة أو المواد الدخلة في أعمال الخرصانة وبناء عليه لازم يتعلم إزاي يعمل أو يحسب حجم الشكل أو الأشكال طبعا المختلفة يبقى هنا الدراسة في المساحات بتتم مساحات وحجوم بالتوازي مع بعض بيدرس إزاي يحسب مساحة وحجم لجميع الأشكال الهندسية وده طبعا بتكون عملية شبه شبه عامة على جميع التخصصات لأن مادة التخطيط طبعا مادة عامة يعني الكل يدرس طبعا مادة التخطيط في الخمس شعب المعمرية كل حسب أو يوظفها على حسب التخصص الخاص به يعني مادة التخطيط في البناء طبعا بتتناول أعمال البناء وما شبه مادة التخطيط في النجارة نفس الموضوع مادة التخطيط في أعمال السباكة أو الأعمال الصحية برضو بتتناول فيما يخص أعمال الأعمال الصحية مادة التخطيط في أعمال التشتبات المعمرية بتتناول طبعا برضو التشتبات المعمرية من أعمال بياض وديكورات وجيبسون بورد ومن شابع مادة التخطيط فيما يخصنا النهاردة اللي هي الخرصانة بتتناول أعمال الخرصانة ولكن بنتفق كلنا أو كل الطلبة بتتفق في الترم الأول الجزء الأول من الترم الأول في الصف الثاني في دراسة حساب المساحات والحجوم يبقى إذن الدرس ده أو الهدف ده هدف عام بيدرسه كل أو جميع طلبة التخصصات المعمرية في جميع التخصصات الخامسة المعمرية طيب نرجع تاني للصلاة بتاعنا هنا بيقول يبقى الطالب يتعرف على قوانين حساب المساحات والحجوم للأشكال الهندسية المختلفة وتكلمنا وقولنا أن الطالب طبعا ممكن بيدرس حساب المساحات الخاصة بيئة المسلس أو المربع أو الأشكال الهندسية بكامل طبعا نوعيات تاني حاجة أو تاني هدف من أهداف مادة التخطيط وليه بيدرسها الطالب طبعا للتعرف على المواصفات الفنية للمواد المستخدمة في أعمال الخرصانة يبقى الطالب بيدرس مادة التخطيط مش بس عشان يجري عمليات الحسابات الخاصة فقط بيئة المواد الدخل عنده في تكوين أعمال الخرصانة لا طبعا ده لازم يكون دارس المواصفات الخاصة بيئة المواد ده طبعا بننوى عنه أن الطالب لازم يكون عارف مواصفات كل مادة من المواصفات اللي حيستخدمها في أعمال الخرصانة طب ليه مستر هو أنا ليه ببعلمه إزاي يعرف المواصفات الفنية مثلا لمادة زي مثلا الرمل أو الزلط أو الأسمنت ده طبعا لأنه أنا بحميه أو بعلمه إزاي بعد كده الخريج بعد ما يتخرج ويمتهن بمهنة المشرف المعماري أو المراقب المعماري أو لو هيشتغل في مجال حصر الكميات يبقى الطالب عارف أو الخريج بقى هيكون خريج يكون عارف إيه المواصفات وما يكونش فريسة ليه الخداع أو عمليات النصب اللي بتتم من بعض المقاولين اللي هم بيكونوا ضعاف الضمير في توريد المواد لأن أغلب المواد أو أغلب المؤيسات زي ما نشوف كمان شوية في التقارير بتاعتنا أو في إعداد المؤيسات بتكون عبارة عن توريد وعمل يعني هو بيقول توريد وصب يبقى إزا هنا بينص المادة أو بتنص المواصفة على إن المقاول هيورد هو الشغل وحيقوم بعملية إيه عملية الصب إزا لو ما كانش عندي هذا الخريج دارس واعي وفاهم لمواصفات المادة اللي المقاول هيوردها له ويكون عارف يعني إيه الشكل الدقيق أو المواصفة السليمة للمادة اللي حيستخدمها زي الأسمنت سواء أسمنت أو حديد أو رم أو زلط أو ما شبأ أو حتى مياه الخلط كمان المستخدمة في أعمال الخرصانة ممكن إنه يستغل أو إنه تتم عليه عملية نصب من ضعاف النفوس من المقاولين ويتم توريد المادة المادة دي طبعا تكون غير مطابقة للمواصفات ده هيعرفه منين؟ هيعرفه طبعا من عندنا من مادة المواصفات اللي أنا بعلمها له جزء الأول واللي بنركز عليه وبنلقى عليه الضوء وده بيتم طبعا دراسته في الصف الثاني بيتعلم إزاي أو إزاي يتقن أو يكون عارف إيه المواصفات الفنية للمواد اللي حيستخدمها في أعمال الخرصانة وبنان عليه لما يجي يعد المواصفة أو مؤيسة زي ما بنقول بيكتب فيها بيكون كاتب الشروط بتاعته وفق ما تم دراسته أو ما تم تعليمه له أثناء عملية لإيه الدراسة في المراحل التعليم عندنا في التخصات المعمرية يبقى حتى لو هو مش هيكون مكلف أنه يعد المؤيسة بنفسه على الأقل يتطلع طبعا كراسة الشروط ويقدر يبص على المواصفات الخاصة بعملية التوريد وبنان عليه لما يستلم مادة من المواد متوردة إلى الموقع يكون قادر فاهم عارف المواصفات الفنية الخاصة بهذه المادة إيه ويقدر بعد كده أنه يستلمها وبعد كده يكون متطمن لعملية تشغيلها داخل الأعمال الخرصانية اللي موجودة عنده يبقى أنا هنا ما بركزش بس على دراسة مساحات ودراسة أرقام لا أنا طبعا يعني بعمل زي ما بنقول نبراس أو سراك بضيء له الطريق عشان يكون عارف وواعي وفاهم للمواد اللي بيتم استخدامها عنده في المشروع يكون فاهم مواصفاتها الفنية إيه وبناء عليه لما يستخدمها ما يقعش أو يكون تحت طائلة القانون ويستغل طبعا استغلال على عدم بسبب عدم درايته لمواصفات هذه المواد يبقى أنا من هنا بتعلم أو بعلم أو بركز على الطالب عندي فيه تعليم الفني تخصصات المامرية في مادة التخطيط إنه يكون الطالب قادر فاهم إنه هو يقدر يتعرف على المواصفات الفنية الخاصة بالمواد المستخدمة في أعمال الخرصانة قبل ما يقدر إنه هو يستخدمها أو يوظفها في الأعمال الإنشائية والمعمارية داخل المشروع بتاعه نرجع تاني الإسلايب بتاعنا ونشوف البند الثالث من الأهداف أو أهداف المادة بيقولني هنا تعريف الطالب على تنفيذ أو كيفية تنفيذ الأعمال حسب أصول الصناعة وطبقا للكود المصري ونخلي بالنا إن كلمة حسب الأعمال أو حسب أصول الصناعة دي الكلمة دي أو الجملة دي هتبقى يعني زي ما نقول متواصلة مع الطالب في جميع مواصفاته أو في كتاباته للمواصفات الخاصة بالمواد اللي بيتم توردها للمشروع وطبقا للكود المصري وعبين نأكد على إن الكود المصري بالنسبة لنا في التخصصات المعمارية أو في الإنشاءات عموما بشكل عام يعني في مصر الكود المصري هو الدستور الحاكم لعمليات الإنشاء داخل مصرنا الحبيبة طبعا إنه هو اللي بينظم عملية المؤيسات والمواصفات الخاصة بالمواد فهو بيقول لي إن المادة دي عشان تكون سليمة أو عشان أقبلها عندي في المشروع بتاعي لعملية التشغيل لازم مواصفاته 1 2 3 يبقى الكود المصري ده هو المعيار بتاعي أو الدستور بتاعي اللي أنا بدور في فلكه وماقدرش إن أنا أخرج عن إطار هذا الكود المصري طبعا أنا بعلمه للطالب أيوة بيعرف إن عنده حاكم أو معيار ما يقدرش إنه هو يتخطى في عملية إيه؟ عملية قبوله ليه المواصفات المواد اللي بيتم استخدامها داخل المشروع يبقى الطالب كده بيدرس الكود المصري فيما يخص المواد طبعا الخاصة بالتخصص بتاعه أو اللي هيستخدمه فيه التخصص بتاعه طيب عندي جملة كده وأنا قلتها فيه من شوية وقلت إن الجملة دي حتكون مكملة معاه اللي هي حسب أصول الصناعة لإني طبعا أنا دايما بحاول أو بنحاول فيه تخصصاتنا المعمرية وموادنا وخاصة في مادة التخطيط إن إحنا نثبت الكلمة دي أو الجملة دي فيه دماغ الطالب أو عند الطالب في زهنه عشان ده بتكون برضه أساس فيه كل مواصفاته اللي هيستخدمها أو فيه كتابته للمؤيسات والمواصفات الخاصة بالمواد طب ليه بقى؟ لأننا وارد جدا وطبعا كل ما هو من صنع البشر وارد إنه يكون فيه نسبة خطأ فنسبة الخطأ عشان أنا أقدر يعني زي ما بنقول يعني أكون بعيد عن طائلة القانون في جزئية المواصفات أو أننا أنسى وده طبعا صنع بشر فلازم وارد إنه ممكن أنسى بند من البنود أو ذكر مواصفة لمادة من المواد فبنيها دايما بكلمة على أن يتم العمل حسب أصول الصناعة وده طبعا هنشوفه في الجداول دلوقت والمواصفات أننا بقول للطالب أن أنت وانت بتكتب المواصفة لازم بعد ما تنهيها بعد ما تقول مواصفات المادة بتاعتك بالمتر المكعب توريد وتركيب أو توريد وصب مثلا رمل لزوم عملية الصب كذا 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 في الآخر خالص بقول على أن يتم العمل حسب أصول الصناعة وارد جدا أن المورد أو الراجل اللي هو بيورد المقاول بيورد عملية الزلط أو الرمل أو الحديد للمشروع وهو داخل بعربية المشروع عربية المون مثلا ليه المشروع فيه مصورة مية مثلا وهو داخل بالمون كسر المصورة يبقى أصول الصنعة أو أصل الصنعة بيقول أن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه يبقى هو مسؤول عن حاجة زي كده بسيطة أنا مالجأشي أن أنا أرجع تاني أدور على حد يقوم بعملية التصليح أو لو أنا أعداحة تتم يبقى عملية التصليح دي بتتم على نفقة المقاول اللي هو أتلف الأيه أتلف الشئ ده الحاجة التانية عمليات التشوين في تشوين المواد والمواصفات أنا بقول له برضو على أن يتم العمل حسب أصول الصناعة وارد جدا أن مقاول من المقاولين عشان يسهل عملية الصب أو يكون التكلفة بالنسبة له طبعا أقل في عملية النقل نقل المواد لعملية المكان الصب اللي هيرمي فيه الخرصانة أو ما شابه فيضطر أو هو يلجأ أنه يقرب المواد أقرب ما يكون ليه موقع العمل وده ممكن وارد يكون مخالف لتعليمات الموقع سواء فيه عملية الأمن والسلامة المهنية الخاصة بتنظيم عمليات التشوين داخل المشروع يبقى هنا طبعا المقاول كده خالف خالف المكان اللي هيشون فيه لو أنا ما حططلوش على أن يتم العمل حسب أصول الصناعة كرباط أنا ربطته به في عملية التعاقل ما بيني وبينه أصبح كده متاح له أنه يشون في أي مكان لأنه طبعا هيأبسط حاجة خالص هيقول حضرتك ما قلت ليش أن أنا لازم أشون في المكان ده أو ما فيش حاجة بتربطني بيها إذن لو هو أشون في المكان ده وأنا كاتب والمكان ده طبعا مخالف وأنا كاتب على أن يتم العمل حسب أصول الصناعة أو وفق أصول الصناعة يبقى أنا كده بقدر أحمله أو أن أنا أشيله أجرت أو تكلفة نقل هذه المواد من المكان ده للمكان السليم وما تلجأش أو ما تكونش العملية أعباءها وقاعة عليها لأن أنا ساعت أنا اللي أعديت المواصفة وطبعا نسيت أن أنا أقول له حاجة زي كده يبقى أنا في الآخر بحمي نفسي وبعلم الطالب إزاي يتعلم أنه لو في أي بند من البنود في المواصفة خاصة بأي مادة من المواد يقدر طبعا يقفل الموضوع أو المواصفة كلها بجملة على أن يتم العمل حسب وصول الصناعة والجملة دي بفكركم بيها لأن إحنا هنشوفها دلوقت معنا في كامل الجداول في كل المواصفات ناشى معاه بيختم بيها دايما كل المواصفات نرجع تاني لسليت بتاعنا ونشوف البند رقم أربعة بيقول لي تعريف الطالب على كيفية حساب كمية أو كميات الخامات والمواد اللازمة للأعمال التي يتم حسابها وطبعا دي اتكلمنا عليها إنما بس زي ما قلت وإن كان الأساس في مادة التخطيط هو دراسة الحسابات وتقدير الكميات الخاصة بالأعمال الخرصانية داخل المشروع إلا إنه برضو بيتعلم المواصفات وزي ما قلت فوق بيتعلم الكود المصري ويكون عارف أصول الصناعة والمساحات والحجوم في البنود اللي قلناها قبل كده يبقى ده الهدف الرابع بيتعلم كيفية حساب الخامات والمواد اللازمة للمشروع زي ما نشوفها كمان شوية بشكل عملي في الجداول بتاعتنا بعد كده اكتساب أو الهدف الثاني الأخير يعني اكتساب القدرة يعني الطالب ده بيكتسب القدرة أو احنا بنحاول نكسب القدرة على عمل المؤيسات الكمية لمختلف الأعمال التنفيذية في مجال تخصصه زي ما قلت إنه طبعا إحنا عندنا خمس تخصصات كلهم في تخصصه يقدر يعمل مؤيسة كمية لمختلف الأعمال التنفيذية الواردة عنده ولكن من خلي بالك من واقع الرسومات وبنلقو الضوء على دي إن الطالب بس أنا مش بأهله عندي إنه هو يقدر يمطر أو يقيس زي ما بنقول برة باللغة الدارجة في المشروعات أو في مشروعاتنا الهندسية برة بس إنه هو يقيس حاجات أو شغل أو كميات على أرض الطبيعة لا أنا أقدر أن أنا أعلم الطالب إنه هو من خلال الرسومات زي ما هنشوف كمان شوية في المشروعات بتاعتنا يقدر من خلال الرسم يستنتج أو يتوقع الحسابات والكميات الخاصة بأعمال الخرصانة بمعنى أدقه أيصر وبشكل أسهل إننا لو الطالب أو هيكون طبعا خريج فيما بعد لو الخريج اتقدم له تفصيلة لبيت معين أو منزل معين بس لمجرد إنها تفصيلة موجودة على الورق متحدد عليها الطول والعرض والارتفاع والأبعاد الخاصة بالمشروع أو بالعملية التنفيذية اللي هينفذها يقدر من خلالها يستنتج كل الكميات والمواد الخاصة بالمشروع وبناء عليه يقدر في الآخر يقول لي تكلفة المشروع ده مثلا قد كده منين ده أو بيتعلمه فين بيتعلمه في التخصصات المعمرية من خلال مادة التخطيط وخاصة في تخصص أعمال الخرصانة اللي احنا بصدده النهاردة يبقى الطالب بيقدر إنه هو يستنتج كميات المواد والخامات وبالتالي التكلفة الخاصة بمشروع من المشروعات الإنشائية أو المعمرية من خلال الرسومات التنفيذية مش شرط بس إنه هو يقدر إنه ينزل المشروع ويقيس على أرض الواقع فقط لا يقدر كمان أو بيمتلك قدرات ومهن أو احترافية إنه يقدر يستنتج الأبعاد دي والكميات والموايسات كلها بيستنتجها من خريطة أو لوحة رسم موجودة لعملية عملية الإنشاء طيب نرجع تاني ونشوف آخر بند كيفية بيتعلم طبعا كيفية حصر الأعمال من الطبيعة التي يتم تنفيذها ودي قلناها مع البند الخاص بكيفية حصر الكميات لمختلف الأعمال التنفيذية في مجال تخصصه من واقع الرسومات يبقى هنا الطالب بيقدر يرفع مقاسات أو يعمل عملية حصر الكميات من إما من الرسومات الخاصة بالمشروع أو من خلال أرض الواقع أو ما هو موجود فعلا في عملية التنفيذ طبعا هنبدأ بشكل تسلسلي كده أو متواصل مع بعض من بداية دراسة مادة الخامات بيبدأ طبعا في دراسة مواصفات المواد المستخدمة في أعمال الخرصانة ودي طبعا بتكون في الترمي الأول من الترمي الأول من الصف الثاني بعد دراسة المواد الخاصة أو المواصفات الخاصة بالمواد المستخدمة في أعمال الخرصانة بيبدأ عندي بيشوف كده زي المواد طبعا بتكون الأسمنت والرمل والزلط والحديد لازم بعلمه أو على الأقل بشكل زي كده بيشوف الرص السليم أو أساسيات عملية التشوين لتلك المواد إزاي بتتم وإزاي المواصفات الفنية الخاصة بكل مادة من المواد دي عشان بعد كده أثناء عملية إجراء المؤيسات أو المواصفات يقدر يتكلم عن كل مادة من المواد دي بما يتماشى مع المشروع بتاعه لأنه هو أثناء إعداده لعملية المواصفة بيكون هو المتحدث بلسان المالك يعني هو بيكون وقتها هو صاحب المشروع نشوف كده أول مادة من المواد وإزاي بنعلمه أو إزاي بيدرس طبعا المواصفات دي أول مادة من المواد هي مادة الأسمنت وبعلمه أو بعرفه يجب أن يكون الأسمنت طبعا المستخدم من نفس النوع المذكور في المواصفات ما يوردش للمشروع أو ما يقبلش مادة للمشروع المادة دي تكون مخالفة للمواصفات الوارد ذكرها طبعا في جدول الموايسات طيب بعد كده بيقول له أن يورد يعني يورد للموقع اللي هو الأسمنت فيه أكياس من الورق السليم طبعا اللي هي شكاير الأسمنت زي ما بنسميها بره وزن كل كيس طبعا 50 كيلو جرام وممكن ياخد عينة من العينات اللي في المشروعات الكبيرة ويعمل لها زي تشك كده ياخد شكارة ويتم التأكد من عملية الوزن طبعا إذا كان عنده شك فيه المادة الموردة أو الكميات الموردة له وبيضرب طبعا كمية الشكارة الوحدة في عرد الشكار اللي موجودة عنده على عربية التشوين بيقدر يعرف كم طن أسمنت وارد له في المشروع بعد كده بيقول أن لا يكون طبعا محببا اللي هو الأسمنت ما يكونش فيه بدايات علامات الشك المؤكد المؤقت بعد كده عدم استخدام طبعا أسمنت مضى على تخزينه أكثر من 60 يوم يعني شهرين للأسمنت العادي واربعين يوم للأسمنت السريع الشك دي مواصفات بسيطة لمادة الأسمنت بعرفها ليه الطالب عشان طبعا يقدر يكون عارف أو ملم بالمواصفات الفنية الخاصة بمادة الأسمنت بعد كده بيدرس الطالب عندي مش بس أن أنا بعلمه بس مواصفات لمادة الأسمنت أو إزاي أنه يستلمها أو إزاي طرق السليمة لها لعملية استلمها لا أنا بعرفه كمان أنواع الأسمنت المستخدم أو اللي موجود في جمهورية مصر العربية ليه عشان وهو بيكتب المواصفة طبعا كل نوع من أنواع الأسمنت اللي موجودة دلوقتي في اللي صليت اللي الواضح قدامنا كل نوع من دول بيكون له مكان بيستخدم فيه وظروف بيئية بيستخدم فيها بيختلف طبعا كل عن الآخر وبالتالي هو بيذكرها أو بيحددها في المواصفة بتاعته إذا كان بيشتغل في مناطق طبعا ذات ملوحة عالية زي المناطق السحلية وما شابه أو مناطق طبعا بتكون شديدة البرودة أو في مناطق زي أو أماكن في الأساسات فيها مياه جوفية طبعا بيستخدم أسمنت مقاومة المياه أو الأسمنت طبعا اللي هو سيووتر مقاومة المياه أو لو هو عنده منطقة محتاج فيها سرعة فك لأعمال الشدات الخشبية أو سرعة إنجاز للعمليات الإنشائية فبيستخدم الأسمنت سريع الشك ده طبعا أنواع الأسمنت لازم الطالب عندي بنركز عليه إن إحنا نعلمها له ولازم يكون عارفها اللي هي أسمنت بروتلندي عادي وده طبعا بتكون عليه الأهرامات باللون الأصمر وده معروفة اللي هو الأسمنت المستخدم عندنا وده أنواعه كتير وشركاته كتيرة طبعا في السوق المحلي وموجودة عندنا بكسافة أسمنت بروتلندي سريع الشك وده بيستخدم للمناطق طبعا اللي هي أو الأعمال سريعة سريعة الإنجاز أو اللي مطلوب فيها سرعة في الإنجاز بعد كده أسمنت بروتلندي منخفض الحرارة وده طبعا بيستخدم في المناطق اللي هي ذات حرارة إما عالية أو منخفضة طبعا أسمنت ده بيقاوم هذا الفرق في درجات الحرارة إما بالارتفاع أو بيئة الانخفاض أسمنت بروتلندي طبعا مقام للكابريتات وده بيستخدم في المواد أو في الأماكن اللي هي فيها مياه زي مياه البحار أو المناطق السحلية أسمنت بروتلندي طبعا أبيض وده معروف بمستخدمه في أعمال البلاط والأعمال الدكورية أسمنت بروتلندي ملون طبعا ده برضو بيستخدم لأعمال الدكورية سواء في أعمال السراميك ومشابه أسمنت بروتلندي الكرنك المخلوط وده طبعا برضو من أنواع أحد أنواع الأسمنت البروتلندي وبيستخدم فيه الأعمال ذات الطابع الخاص أسمنت بروتلندي فائق النعومة ده طبعا بيستخدم برضو في صناعة البردورات والحاجات أو الأعمال اللي هي ذات طابع خاص أو دقة عالية في عملية التسلط أسمنت عالي الأمونيا بيستخدم فيه المناطق ذات درجات الحرارة العالية بعد كده عندي مادة تانية من المواد بيتعلمها الطالب أو بيدرس مصافاتها وهي الركام الكبير اللي هو الزلط وطبعا المادة دي أو مادة الزلط لا تقل أهمية عن مادة الأسمنت ليه؟ لأن طبعا الزلط إذا كان وارد 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 يعني جاي أو قادم وارد من مكان المكان ده فيه أتربة أو مكان الزلط أو الركام نفسه طبعا الاسم العلمي له الركام احنا بنطلق عليه الركام الكبير اللي هو الزلط المقصود به الزلط والركام الصغير طبعا اللي هو الرمل ولكن الاسم الدارج الزلط والرم يبقى انا حاليا بتكلم عن مادة الزلط لازم يتعلم الطالب ان المادة الزلط دي لانها مادة اساسية في تكوين عمليات الخرصانة او مادة الخرصانة ليه لانها بتندمج طبعا مع او بتتحد مع مادة الاسمنت والرم عشان تتم عملية الايه عملية الشك طب لو مادة الزلط دي واردة من مكان طبعا فيه اتربة او مهيش مطابقة للمواصفات يعني انا مثلا بشتغل في اعمال خرصانة عادية في الاساسات وما شابه تحت طبعا في الفرشات او زي ما بنقول طبعا النظافة وارد جدا ان المواصفة هنا تقول لي ان انا استخدم زلط اللي هو بيكون الحجم الكبير بتاعه وبيطلق عليه في السوق لفظ اللي هو الزلط الغشيم اللي هو الكبير في الحجم ولكن على العكس له او النقيد له الزلط الصغير اللي هو بيسمى زلط الفينو ليه من اسمه انه صغير عشان ده بيدخل فيه الاماكن زي الكاميرات والاعمدة او الاماكن اللي بتكون المساحات الفارغة فيها لعملية الخرصانة مساحات ديئة وكمية الحديد بتكون موجودة بكسافة وبالتالي انا محتاج زلطة صغيرة عشان تقدر ان انا اصناع عملية دك الخرصانة ان هي ما يحصلش تعشيش او فراغات في الخرصانة ما بين اجزاء الحديد الكنات والحديد العلوي والسفلي والمكسح كل انواع الحديد دي بتكون موجودة في كاميرا واحدة فلك ان تتخيل كاميرا 20 سنطي بعرض 25 سنطي او 25 سنطي فيها 6 اسياخ حديد على ارتفاع 40 سنطي اكيد الفراغ بينها يكون فراغ صغير منفعش ان انا استخدم زلط بحجم كبير في الاعمال الخاصة بكده يبقى اذا هنا انا بعلم الطالب وبعرفه ازاي لما هو يكتب مواصفة انه يقول على حسب تنفيذ او المكان اللي هتستخدم في هذه المادة اللي هي الزلط بقول انا استخدم او بالمتر المكعب توريد وصب خرصانة مثلا عادية مكونة من وام ايل الزلط ومواصفات الزلط اللي هيستخدم على حسب توظيفه في اعمال الاساسات او في الاعمدة او الكاميرات يبقى اذا لو ما كانتش الطالب دارس وفاهم المواصفات الفنية الخاصة باعمال الزلط او مادة الزلط يبقى هو كده هيقبل اي مادة تورد له في المشروع ممكن واللي بتكون وارد جدا انها تكون مخالفة للمواصفات او تعليمات استقبال المواد داخل المشروع وبنان عليه بيقع تحت طائلة القانون كمان انا بعلمه ان الزلط ده لازم يكون مضيف خالي من الاتربة والمواد العضوية والاملاح ليه عشان ده ما يعملش عملية فاصل او عازل لو الزلط ده عليه تراب او رمل او حاجة من المواد اللي هي بتكون غير مادة الرمل والاسمنت المادة دي بتعمل فاصل او عازل ما بين الاسمنت والزلط وبالتالي ما بتحدثش عملية الايه عملية الاندماج وعملية الشك والتماسك ما بين مادة الزلط والاسمنت والرمل الداخل في عملية الخرصانة وبنان عليه بيعلمه انه لو ورد عنده مادة زي كده بيتم عملية تنظيف طبعا بغسل الايه غسل الزلط ده الاول ويكون هو من الاساس وبالبداية وان كان ده مش الاساس طبعا انه هو يكون بعملية الغسيل لا هو من الاساس لان ده ممكن تكون مكلفة له في بعض المشروعات وارد جدا ان مشروع ما يكونش فيه مياه لعملية غسيل حاجة زي كده وتكون المياه دي بتورد للمشروع باجر وبيناء عليه هيكون ده تكلفة كمان اضافية على نفقته هو لان المقاول ورد المادة خلاص للمشروع لا انا بكتب له او بعلمه ان هو المقاول لما يورد المادة دي يوردها خالية من الاتربة خالية من الاملاح والمواد العضوية والمواصفات الخاصة بعملية الزلط نرجع تاني كده ونشوف كده بشكل عام المادة كلها فبيقول يجب ان يكون الزلط نظيفا خاليا من الاتربة ومستخرج خلي بالك من المحاجر المعتمدة ولا يحتوي على مواد عضوية غريبة مثل الاملاح او الفحم او الطين وطبعا بيكون ولا يجوز استعمال الركام الكبير الرقيق في السمك يعني ما تكونش الزلطة كبيرة ورؤيا في الحجم بتاعها ليه لان طبعا انا في الاساسات او في اعمال اللبشات محتاج حاجة او مادة تنجز معايا في كميات اعمال الخرصانة لان الشغل ده بيكون شغل خاص باعمال الاساسات وبالتالي كميات الاعمال فيه بتكون اكبر واوسع من استخدامها في اعمال الخرصانة المسلحة طيب بعد كده منشوف المادة التانية الركام الصغير على النقيد اللي هو الرمل يجب ان يكون الرمل هنا طبعا المواصفة بتاعته وارد من الصحراء بعلمه طبعا ازاي يتعلم يكتب مواصفات الخاصة بمادة الرمل وارد من الصحراء طبيعا طبيعيا نظيف خالي من الكتل المتمسكة ما يكونش في مواد طبعا متماسكة او مواد غريبة ضرة وقلنا في مادة الزلط بنفس المواصفات ان ما يكونش فيه حاجة او مادة دخلة في تركيب مادة الرمل او مع مادة الرمل من اتربة وطفل واملاح ومشابة تعمل بعد كده عملية عزل للتماسك ما بينها او فاصل ما بينها وبين مادة الاسمنت وبعد كده بيقول لي طبعا وتكون خالية من الاصداف والمواد القلوية والعضوية وحبيباته لازم تكون حرشة متدرجة المقاس من الناعم الى الحرش اللي هو الخشن طبعا ده مصطلحات خاصة بالمشروع وهنا انا دايما بقول للطالب ان انا او بعلمه حاجة كده من واقع المشروعات او من واقع عملية التنفيذ ان الطالب بسهولة جدا يقدر يعرف ان الرمل اللي معاه ده او الوارد له ده رمل كويس ولا لا ان هو بيمسك مجموعة من الرمل وطبعا بيتم عملية يعني فركها كده بيكفل ايد اذا طبعا لو الرمل خشن او اللي هو وارد لانه طبعا في المواصفة بيقول له او هي الاستشاري اللي اعد عملية المواصفات الخاصة بتوريد مادة الرمل بيقول لي في المواصفة ان الرمل ده لازم يكون ايه رمل خشن او يسمع له صوت طيب اذا تمت عملية له ايه عملية فرك يبقى اذا هو بيجيب مجموعة او كبشة او شوية من الرمل وبيفركها ما بين اصبعيه كده اذا سمع لها صوت في عملية اللي ايه عملية الفرك دي بقى الرمل ده رمل ايه رمل خشن طبعا اه مطابق للمواصفات ده علاوة طبعا او بغض النظر عن انه لازم يكون وطبعا خالي من الاتريبة والمواد العضوية اللي بيقدر انه بيلمحها بمجرد النظر اثناء عملية اللي ايه عملية التوريد داخل المشروع طيب نشوف مادة تانية من المواد او هنا اه والجزئية بقى اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي جزئية التدريب على الشق الخاص بالمنظومة الجديدة في عملية الخرصانة او في مادة التخطيط ازاي الجزئية دي بيتم تناولها في اه منظومة الجدرات الخاصة بالمواصفات وهنا بنقول ان الطالب عندي طبعا في ما هو معتاد او هو التقليد حاليا في تعليمنا الفني الطالب بيؤدي امتحان تقليدي عبارة عن ورقة طبعا ويه الم ويه اسئلة شفوية تحريرية بيجاوب عليها الطالب في الورقة سواء من المعامل الاسئلة الشفوية الشفهية او الاسئلة التحريرية في الورقة او في لجنة الامتحان ده طبعا النظام التقليد اما في النظام المستحدث حاليا وطبعا واللي وعدتكم به في بداية الحلقة ان احنا نتكلم عن مادة التخطيط في الجانبين في الجانب المستحدث هو في النظام التقليدي اللي موجود حاليا في مدرسنا في التعليم الفني في مدرسنا طبعا في التعليم الفني اللي بيتم حاليا اللي هو نظام المادة او التقييم التحريري اللي بيتم في الورقة سواء تحريري او شفوي اما في النظام الخاص بعملية الجدارات او في المنظومة الجديدة الطالب هناك في المنظومة القديمة كان بيدرس مادة التخطيط دي كمادة منفصلة بيتم دراستها من بداية الترم الصف الثاني ترم اول وترم تاني وثم بعد كده في الصف الثالث ترم اول وترم تاني اما في مادة الجدارات او في منظومة الجدارات اسف الجديدة بتتناول ممكن وارد جدا ان الطالب يعرض لمسألة او ميزانية او مطلب من المطلوبات الخاصة او الاجزاء المطلوبة منه في خاصة في تمرين من التمرين زي مثلا في بداية الصف الاول في منظومة الجدارات بيدرس الطالب ازاي ان هو ينفذ عملية شدة خشبية لقعدة خرصانية مربعة ده طبعا في الصف الاول طيب في الترم الاول بيعمل شدة خشبية ده تمرين بينفزه وارد جدا ان هو في المنظومة الجديدة منظومة الجدارات وفي نفس التمرين وعلى نفس التمرين ان انا اقول له قم بحساب كميات الخرصانة او كميات المواد المستخدمة في التمرين السابق اللي هو كان عبارة عن قعدة خرصانية بينفزها شدة خشبية في التمرين بتاعه بشكل عملي عبارة عن متر في متر في ارتفاع مثلا وليكن اربعين انا هنا بكلفه انه هو يقوم بعملية حسابات او كشف اعداد كشف خامات لكميات المواد المستخدمة في نفس التمرين اللي هو كان عبارة عن قعدة خرصانية متر في متر في ارتفاع اربعين يبقى هنا مرتبطش الطالب بان مادة التخطيط يقوم بدراستها فقط فيه على زي الموجود حاليا في المنظومة الموجودة يدرسها في سنة تانية وسنة تالتة فقط لا طبعا بيدرس مادة التخطيط ولكن فيما يخص التمرين فقط اللي موجود بصدده واللي هو بينفزه في الورشة طبعا في الورشة تحت وبعد كده بيدرسه بشكل نظري في المعارف طبعا في الفصل فوق ومع مدرس المادة النظرية او وان كان ما فيش طبعا في المنظومة الجديدة فرق ما بين مدرس العملي ومدرس النظري هما الاتنين بيشتغلوا فيه منظومة واحدة والاتنين اسموهم معلم جدرات بيدرس بينفز مهارات وينفز معارف فوق في الفصل بينفز المعارف اللي هي خاصة بالجانب النظري او الشق النظري الخاص بالتمرين يبقى وارد جدا ان هنا هيدرس الطالب في سنة اولى جزء من مادة التخطيط فيما يخص التمرين اللي هو بينفزه حاليا دلوقت يعني الطالب بيدرس ازاي يعمل اعدى خرصانية مستطيلة اعدى الشدة الخشبية لها في سنة اولى زي ما كان بيدرسها طبيعي في التعليم الحالي بعد ما بينفزها بشكل عملي كان بيدرسها بشكل عملي وبعد كده يدرس الميدة ومشابه وبيرتقي فيه العناصر الخرصانية وفقط ثم بيدرس التخطيط فيه الصف الثاني لكن هنا في المنظومة الجديدة منظومة الجدرات بجيب له جزئية او بيفاجأ انه عنده جزئية جزئية دي بتخص التمرين نفسه اللي هو بينفزه قم بحساب كميات الخرصانة المطلوب تنفيذها داخل القاعدة الخرصانية في التمرين رقم واحد اللي هو نفزه فين في الورشة تحت فيه المشروع بتاعه فيه اللي هو خاص به تعليم او يكسابه المهارة الخاصة بمادة ايه بمادة بالجانب العمل في مادة الخرصانة في تنفيذ الاعدة الخرصانية او الشدة الخشبية للاعدة الخرصانية يبقى الطالب هنا في المنظومة الجديدة ممكن انه هو يدرس او وارد جدا وده طبيعي وموجود حاليا انه هو بيدرس جزء من التخطيط مادة التخطيط كحسابات ومشارع او تقدير كميات في التمرين الخاص به في اعمال الخرصانة طب ده جزء كده لو بصينا عليه وده طبعا بيكون عبارة عن نشاط بننسى بقى المنظومة القديمة في عملية الحفظ والاستسكار هنا المنظومة بتركز على الجانب المهاري لإكساب الطالب طبعا مهارات او جدار التنفيذ الاعمال الفنية او العملية بشكل ايه بشكل متقن فبقول له هنا وبدله طبعا وقت 15 ديئة مثلا ويكون طبعا معايا تايمر وبقول له عزيزي المتدرب اللي هو الطالب مصود بالطالب بالتعاون مع افراد مجموعتك لان طبعا انا هنا بتعلم وبركز مع الطالب او بعلمه ازاي يقدر يشتغل في حاجة اسمها روح الفريق او العمل في فريق حدد مواصفات المواد والخمات التي سوف تستخدمها في عملية ايه عملية الصب ده كان نشاط او شكل من الانشطة او جانب من جانب من جوانب اعمال التقييمات اللي بتتم في المنظومة الجديدة لتخصص اعمال الخرصانة في مادة التخطيط عشان اكون عارف ان طبعا التطوير مش فقط في المحتوى اللي بيتم دراسته للطالب او تدريسه للطالب لقى كمان في عملية الايه عملية التقييم اللي بيعرض لها الطالب اثناء مروره بدراسته للتخصصات المعمرية بعد كده زي ما درس الطالب ازاي يحسب او يتعلم يتكلم عن المواصفات الخاصة بالمواد بيتعلم كمان ازاي يقدر يقدر كميات المواد والخمات اللازمة لعمليات الايه عمليات الصب فانا بعلمه او لازم افاهمه ان الخرصانة العادية للاساسات بتتكون من المتر المكعب من الخرصانة العادية بتتكون من 8 من 10 متر مكعب زلط و4 من 10 متر مكعب رمل زائد 250 كيلو جرام اسمان اي 5 شكاير وطبعا عفوا انا حابب اقلقى الضوء على الجزئية دي ان الطالب هنا بعلمه ازاي يكون عارف كمية المواد خلي بالك هنا ان انا قلت له فيه اعمال الاساسات الخرصانة العادية يبقى ازا هتيجي بعدها كميات المواد دي هتختلف عنده لما يكون حيشتغل فيه خرصانة ايه خرصانة مسلحة لان طبعا هنا انا بكلمه عن من 200 الى 250 كيلو جرام اسمان في المتر المكعب للخرصانة الايه خرصانة العادية واخلي بالك برضو انا بنوهه او بعرفله او بنوهله او بعرفه ان حسب المكان بتزيد عندي النسب او تقل لان طبعا فيه الاعمال ذات الطبع الخاص والكباري او المنشآت الكبيرة او ذات الطبع المعماري الخاص فيه عملية التنفيذ وارد جدا ان كمية الاسمان تزيد عندي او تقل على حسب مواصفات المنشأ او المبنى اللي الطالب بيكتب له المواصف طيب هنا كمان معلمه جزئية ان هو اي كمية خرصانة عنده هتبقى موجودة طبعا بعد ما بيجري عملية التكعيب او المؤيسات للمشروع بتاعه او للقعدة بتاعته بياخد الكمية اللي موجودة عنده وليكن اذا مطر اعدى وطلعت مثلا وليكن خمسين سنتي طول في عرض في ارتفاع بيعمل ايه بيضربها في تمانية من عشرة بتديله كمية الزلط بيرجع تاني يضربها في أربعة من عشرة بتديله كمية الرمل بيضربها في ميتين وخمسين كيلو جرام اسمان بتديله كمية الاسمان طيب ده الجزء الخاص بالاعمال العادية ثم الخرصانة المسلحة ودي طبعا بعلمه هنا بتختلف النسب فبقول له بتتكون من تمانية من عشرة متر مكعب زلط واربعة من عشرة متر مكعب رم ولكن بتزيد في عملية الايه كميات مواد الخرصانة الاسمانت عفوا وبقول له بتلتمية تكون من تلتمية وخمسين كيلو جرام اسمانت اي سبع شكائر اسمانت طبعا ومن مية الى مية وعشرين كيلو جرام حديد في المتر المكعب من اعمال الخرصانة ولو هنبص كده في عجلة على ازاي بيبدأ الطالب اقدر اهله لاستقبال مادة التخطيط فبيبدأ بتمرين بسيط التمرين ده بيكون عبارة عن بوابة عايز ينشئ بوابة في صور مدرسة فطبعا البوابة دي بيكون محتاج لها عمودين العمودين طبعا بيتم تنفيذهم على اعدى عادية واعدى من الخرصانة المسلحة طبعا بعرفوا بيكون مديلوا المقاسات بتاعتها للاواعد وقطاع الاعمدة والابعاد وبقول له المطلوب ان انت بتعمل عملية او بتجاهز لي مع كتابة مواصفات وده الجزء اللي انا بقول له عليه واللي انا قلته في بداية الحلقة ان هو بيركز على مواصفات الخاصة لبنود الاعمال وهي اعمال الحفر ازاي يتكلم على اعمال الحفر ثم ازاي يتكلم على اعمال الخرصانة العادية ثم ازاي هتكلم او هتناول بالشرح للمواصفات اللي مطلوب تنفيذها من المقاول في اعمال الخرصانة المسلحة وطبعا لازم فيه التمرين بتاعي بكون مديله شكل ليه الاعدى العادية والاعدى المسلحة وقطاع العمود وبيكون ده بشكل مسقط افقي وقطاع رأسي وبيكون موضح له حديد التسليح اللي موجود عنده عشان بعد كده يقدر يستنتج منه المقاسات والابعاد الخاصة به طبعا ده بيتم فيه الصف الثاني في الترم التاني بعد كده بعلمه ازاي يعمل الجدول وازاي ينفذ الجدول بتاعه ويكتب فيه المواصفات الخاصة ببنود الاعمال طبعا بقول له ان ده باندي بتكتب فيه المسلسل ثم بيان الاعمال اللي هتكتب فيه المواصفات الخاصة بمادة التوريد اللي هيتم توريدها للمشروع وهو بيكتب هنا بيكون الطالب او الخريج هو بالضبط المالك الخاص للمشروع مواصفاته ايه في المواد اللي هتتم عنده عشان بنان عليه المقاول هيحط السعر هنا لكمية الاعمال اللي موجودة عنده بما يتماشى مع كمية اللي ايه كمية المواد والمواصفات اللي مذكورة في الجدول بتاعه بعد كده عدد والابعاد طول وعرض وارتفاع لانه لو عنده اعمال مكعبة يبقى محتاج يضرب طول في عرض في ارتفاع واضافة ثم عملية التنزيل اللي هي خاصة بالقصومات زي ما بنقول لو هيخصم جزء من جزء وفي النهاية خالص بيتم نقل الخنتين دول ناتج الخنتين دول بيتحط فيه خانة الكميات والطالب يكون هنا عارف انه عنده مثلا وليكن 100 متر مكعب من اعمال الحفر المطالب او المقاوي المطالب انه هو يحط السعر للكميات دي بناء على المواصفات اللي واردة في بيان الاعمال بجزء تاني او بند تاني وهو طبعا مواصفات الخاصة باعمال الخرصانة العادية وهي طبعا بيتعلم زي ما قلتها من شوية انه بيكتب عملية الخرصانة دي بالمتر المكعب خرصانة عادية ولازم نذكرها طبعا مكونة من لازم يوضح ان المقاوي المطلوب منه يحط 8 من 10 متر مكعب زلط و4 من 10 رمل و250 كيلو جرام اسمنت على ان يتم العمل طبعا حسب اصول الايه الصناعة ولازم يذكر ان الكلام ده هيكون في القواعد العادية بعد كده بيخش طبعا على اخر بند من البنوت بتاعتنا واللي هنتوقف عنده وعلى واحد ان احنا نكمل معكم ان شاء الله في الحلقات القادمة اخر بند هو بند الخرصانة المسلحة وقبل ما ننهي الحلقة بالنوى ان اعمال الخرصانة المسلحة طبعا بتختلف في اعمال الخرصانة العادية ليه؟ لان طبعا كمية الاسمنت هنا كانت هناك 250 اما هنا بعلم الطالب ان هو بيحط 350 كيلو جرام اسمنت لازم بيلزم بيها المقاول وكمان بيلزم بيه المقاول بكمية الحديد الواردة للمشروع وبينساش دايما ان احنا بنعلمه ان في بداية كل مواصفة من مواصفات البنوت او المواد الدخل في اعمال الخرصانة عنده ان هو يقول على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة ليه؟ عشان اقدر بعد كده احميه من انه يقع تحت طائلة القانون من المقاولين اللي هم اصحاب الضمائر الضعيفة في توريد المواد وتنفيذ الاعمال الخرصانية داخل المشروع للأسف الوقت مع حضراتكم بيمروا بسرعة على امل اللقاء بكم ان شاء الله نوعدكم في حلقات مسلسلة نتكلم فيها عن مواد العمارة والتخصصات المعمرية عشان نكون متمنين على ابنائنا داخل التعليم الفني بشكل عام وداخل التخصصات المعمرية بشكل خاص دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته